وفي رواية في صحيح نسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة إن البيوت المسلمين ينبغي أن تحصن من الشياطين وأن تملأ بالنور والبركة ويقوم ذلك بعمل الطاعات فيها من ذكر وصلاة ودعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات وقراءة القرآن فيها الخير والبركة للمكان الذي يقرأ فيه فهو حبل الله الموصول وفيه طمأنينة النفس وترد الشياطين من البيوت التي يقرأ فيها سورة البقرة حتى لا تدخل الشياطين بيتك ماذا تفعل إن في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تجعلوها شبيهة بالمقابر خالية عن الذكر والطاعة واجعلوا لها مصيبا من قراءة القرآن والصلاة كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ربي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر ويبتعد من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن بوجعام يتشع على أهله ويكسر خيره وتحضره المنائكة وتضحض عنه الشياطين وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويبتل خيره وتنفر منه المنائكة وتحضر فيه الشياطين وصلى الله وسلم وبارت على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم